من فرقة الغاز السنة دي يعني السنة دي تعتبر بدايات أفضل من السنة اللي فاتت لكن خليني حقيقة في البداية في بداية الحلقة وقبل ما ندخل في التفاصيل أتكلم معاكو شوية في حاجة تخص تصفيات كاس العرب أنا هعدي طبعا نقطة كاس العرب لأنه يعني قتلت بحسن وأنتوا سمعتوا اللي حقيقة ناس كلها كلها بتطرح على ما تستفهم كبيرة جدا على اختيارات كارلوس كيروش وعلى مشاركته في كاس العرب لكن يبدو أن الراجل يعني بيبص البطولة كده لأنها نوع من أنواع معسكر مغلق يعني لكن في النهاية في نقطتين في منتهى الأهمية يتعلقوا بمصير وفرصة منتخب مصر في التأهل لكاس العرب نقطتين لم يحسم حتى اللحظة من قبل الاتحاد الأفريقي ومن الواضح أن الاتحاد الأفريقي هيرجع فيها للاتحاد الدولي لكورت القدم النقطة الأولى وهي نقطة في منتهى الأهمية وعلى مصر الحقيقة أنها تتحرك في النقطة دي بكل قوتها النقطة دي متعلقة بتقنية الفار في مبارتين الفاصلاتين اللي هيحصلوا في شهر مارس حتى اللحظة لم يتقرر تطبيق تقنية الفار لأنه في بعض الدول تأهلت ما عندهاش الإمكانيات دي وأنا بشوف الحقيقة في ظل يعني القيلة والقال وفي ظل ما حدث وأنا هدي على مثال على كلامي أو تدليل على كلامي اللي حصل طبعا في مطش غانا وجنوب أفريقيا دي وقعة طبعا يمكن تكون الأشهر في تصفيات كاس العالم السندي وحرمت جنوب أفريقيا الحقيقة بفعل فاعل من التأهل للمرحلة الأخيرة أعتقد ده مش هيكون مسموح أو مقبول بأي شكل من الأشكال مش بالنسبة لمصر بس ده بالنسبة للدولة العشرة كلها عشان كده مهم جدا جدا يبقى فيه ضغط على التحاد الأفريقي أنه يبقى فيه استخدام لتقنية الفار في المواجهتين الفاصلاتين اللي هيتلعبوا في مارس دي نقطة الأولى النقطة الثانية واللي ما زالت محل جدال الخاصة بملعب المباراة زهابا وقيابا يعني اللايحة أو النظام اللي كان حطه التحاد الأفريقي كان بيتكلم على أنه الفرق اللي من التصنيف الأول هتلعب مباراة الزهاب برا ملعبها وترجع تلعب مباراة القياب جوا ملعبها الفيفا ما بتقولش كده الفيفا بتقول أنه المواجهتين دول يتلعبوا بنظام القرع أو يتحدد ملعباي المباراة بنظام القرع بعيدا عن فكرة التصنيف مين مستوى أول ومين مستوى تاني خدوا بالحضراتكم وجود المباراة تانية على ملعب واحد من الفرقتين بيدي له نوعا ما أفضلية لأنه في حالة استمرار التعادل في نتيجة المطشين ده يخلينا نروح لوقت إضافي في مباراة العودة وبالتالي بيدي أفضلية بشكل كبير جدا للفريق اللي هلعب مباراة العودة على ملعبه نهيك كمان إنه في ناحية نفسيها إنك دايما لما يبقى عندك مباراة العودة على ملعبك إلى حد كبير بتبقى متطمن وبتبقى بتلعب المباراة الأولى اللي هي برا ملعبك مرتاح نوعا ما على أساس إنك عندك فرصة بعد كده تانية أفضل والجولة التانية هتكون على ملعبك ففي نوعا ما أفضلية للفريق اللي هيلعب مباراة العودة على ملعبه أتمنى برضو الانتحاد المصري يحط النقطة دي في الاعتبار من البدايات وإن كنت بشوف إنه النقطة الخاصة بتقنية الفار أو بتطبيق تقنية الفار في الماطشين دول حاجة لا يجب أبدا إن إحنا نتنازل عنها طيب نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا المستمرة معنا